موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبناء الطلبة النهاردة هنتكلم في إعداد أطعمة النقوات عن قوائم الطعام سوى كلمة قائمة في قرن السلس عشر واحد اسمه هنري برونسويك يبدو كان مع نيزانية كافية ولا أين ففضل يفكر في الأصناف اللي عايز يفضلها أنه يكلها في المطعم أو يتناولها في المطعم فمسك قائمة كده وراءه وفضل يكتب الأصناف اللي هو المحببة من زباله هو في الحقيقة هو ده شيء طبيعي يعني بيحصل مع ناس كتير ومش هنري برونسويك في القرن السلس عشر هو اللي ابتدده لكن في الحقيقة هي فكرة موجودة عند الإنسان لما الإنسان بتتاح له ميزانية كافية بيستطيع أنه ياخد قرارات وياخد يشوف هو عايز يكل إيه حتى إحنا بناخد ديه قرارات يوميا إحنا ناكل إيه النهاردة فدي برضو مينيو أو طريقة للتفكير في وضع قائمة القوائم القوائم الطعام في الولائم الكبيرة أو في الولائم الرسمية بتبقى غير طبيعية يعني بيبقى متوسط 11 طبق أو أكثر ممكن ينزل في القائمة ديه أول طبق من أطباق في القوائم أو الولائم الرسمية هو الأبيتيزر أو أردورف أردورف أو المقبلات زي الأصناف البردة أنواع مختلفة بالزاتون أنشوجة في السلطات البردة سلطة خيار سلطة الطماطم جميع السلطات البردة بتتقدم في البداية الغرض منها هو فتح الشهية وفي نفس الوقت بيده فرصة للشيف أنه يحضر السوب أو الأحسية عشان تقدم ساخنة جدا ده أول طبق الطبق الثاني هو الحساء في الولائم الكبيرة ممكن يتقدم نوعين من الحساء يعني حساء يكونوا في البداية خفيف والحساء الثاني يكون من غليز نوعا ما بعد الأحسية ما بتتقدم بيتقدم بواسون أو سمك السمكة ديت بتبقى إما سمكة تكون مسلوقة سمكة كبيرة عليها ما يمنس وكل فرد بيأخذ قطع من السمكة أو ممكن يتقدم سمك صغير الحاكم بيكون عادة مشوي أو مقلي بعد البواسون أو السمك بيتاخذ الصنف الرئيسي الصنف الرئيسي ده عادة بيسمه المندش وبيبقى فيه لحوم فيه ممكن يكون اسكالوب بني ممكن اسكالوب بنتير بيتقدم الصنف دوت ومعها بعض أنواع الخضر السوتي أو السلصة المناسبة معه ممكن تكون كفتة ممكن تكون رؤى باللحمة المفرومة فهو طبق رئيسي بعد الطبق الرئيسي ما بيتقدم بيتقدم بعد كده مشروب منعش زي مثلا عصير البرتقان اساس يساعد على إنعاش الشهية بعد كده بيتقدم نوع من أنواع الرسطو مثلا أي نوع ملتيور مثلا ديكرومي بتقدم رسطو وبعدين بيتقدم صنف اسم الصنف الانتقالي اللي هو انترميت الصنف الانتقالي ده بيتكون من ثلاث أجزاء بيكون خضر الموسم مع صلصة مناسبة بيتقدم كمان صنف حلو فيه زي ألماضية أو جيلي أو بودنج بيتقدم كمان صنف مملح زي بسكوت مملح ممكن فطير مملح مملح بيتقدم الصنف الانتقالي بياخد الصنف الحلو البارد اللي هو اسمه بلافروة بيتقدم 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 المشروب سواء كانت شاي أو بيتقدم بيتقدم عديت الأطباق أحسية وبعدين مندش طبق رئيسي وبعدين مشروب زي القهوة أو الشي فتختصر بالطريق ديت كمان ممكن المينيو تتقسم في بعد التقسمات يعني ممكن مثلا المينيو ك كوزين مثلا فرنش كوزين ممكن أمريكا كوزين ممكن تتقسم حسب الكوزين أو حسب المطبخ الدولي أمريكا كوزين جبشين كوزين حاجات زي كتها ممكن تتقسم حسب السيزون حسب القائمة صيفية قائمة شتوية لكن عادة اللي بنمشي في مقرر بتاعنا هو المينيو تبقى حسب الأسعار المتاحة فممكن نقسم المينيو ثلاثة أقسم القسم الأولاني اللي هو طبلي دوت أو فكس برايس مينيو القائمة الضيف أو ذات السعر الثابت بتتميز القائمة بأنها أسعارها يعني يمكن التحكم فيها الأطباء فيها هي مش متنوعة لكن أطباء فيها برضو بعض الإتاحية فمثلا من الأحسية ممكن تقدم صنفين ممكن من الأطباء رئيسية تقدم صنفين من الحلم صنفين من مشروبات صنفين فده بيدي فرصة كطريقة اقتصادية إن إحنا لو أنا بعزم مثلا 100 فرد أو 200 فرد فممكن أتحكم في الميزانية بتاعتي بتقديم أصناف محددة تحت طابل دوت أو الفيكسيد مينيو بيتحط مجموعة من المليوهات الصغيرة زي مثلا سايكيليكا المينيو القوائم الدورية فالقائمة الدورية دي تحت طابل دوت بقائمة بتتغير يعني بتاخد لها من أسبوع ل28 يوم مثلا النهاردة السبت بتقدم مثلا سمك ورز وسط طحينة وخضر وصلاة خضرة مثلا وفاكهة نفس السبت دوت اللي احنا قدمنا فيه النهاردة بتاع واجبة الغداء بيبقى السبت اللي بعده فهي سايكيليكا دورية بتتكرر يوم الحد مثلا قدمنا في حساء دجاج دجاج مثلا حد يقبنا فيه كسلف رئيسي بتتكرر في الحد اللي بعده فهي عشان كده سموها سايكيليكا فميزة القوائم اللي هي الطابلة دوت انها ممكن تحكم فيها في الأسعار وتنوى فيها ما بيبقاش عالي النوع الثاني من القوائم اسمه على كارت على كارت او قائمة حسب الاختيار قائمة حسب الاختيار ديت لما بتكون في ميزانية متاحة بختر الأصناف اللي برغب ان اتنوى وتنزل بالترتيب يعني مثلا المقابلات البرد الأول الأحسية الصنف الرئيسي وبعدين الصنف الحال وبعدين المشروب بختار انا برحتي المشروبات بختار الطباق الرئيسي ما يبقاش فيه محدد لي يعني مثلا اذا كانت في قائمة الضيف فيه طباقين محددين بس اما يكون سمك او دجاج لكن في قائمة الالكارد ببقى برحتي بختار لان انا اللي بدفع الميزانية بتاعتي او معدي ميزانية متاحة ممكن ان انا اشتري بيها الاصناف دي او اتناول بيها الاصناف دي تحت الالكارد فيه مجموعة من القوائم او قوائمات قوائمات صغيرة القوائمات دي زي مثلا تحت الالكارد زي مثلا بريكفست مينيو ممكن برضو دينر مينيو فانواع مختلفة من المينيوز تحت فيها دي من مثلا في انواع مختلفة تبعا نبص برضو في الكتاب في التفاصيل عن انواع المينيوز الموجودة تحت الالكارد النوع الثالث من المينيوهات المينيوهات المختلفة او انواع اخرى من المينيوهات اسمها مثلا زي استاتيك مينيو في دي جور مينيو قائمة اليوم فقائمة اليوم بتتحط مثلا تحت المناسبات المختلفة فعيد الام ممكن تقدم طبق تحت دي جور مينيو ممكن مثلا اللازانية مشهورة عند الاجانب عن دي جور مينيو ممكن مثلا بمناسبة من المناسبات السعيدة يتقدم طبق بالمناسبة دي طيب يبقى احنا كده عندنا انواع ثلاث انواع من القوائم او قائمة بتحتوي على ثلاث انواع طب دوت الي هي فكس برايس وزي تحت بيسليها سيكيليكا المينيو او القوائم الدورية وعندنا المينيو على كارت حسب الاختيار الميزة بتاعتها انها فيها تنوى وفي الاطعامة الميزانية بتاعتها بتبقى عالية زي مثلا دي مينيو وفي بريكفوس مينيو مينيو هي هي ابارة عن الواجبة واجبة غدا رسمي برضو بتتقدم القائمة الاخيرة هي قائمة المتنوعة او قائمة مختلفة زي مينيو وزي دجور مينيو وقلنا مثال الدجور مينيو زي الاطباق اللي بتبقى مشهورة في بعض الايام طبق بمناسبة ايد الام طبق بمناسبة ايد الاب طبق مش عارف بمناسبة ايد الاب فبتبقى اطباق موجودة في المينيو ديت لحد الجزء تعليني انا سعيد بكم ان انا التقي بكم في الحلقة ديت واترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته